أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة للإنهيارات التي أصابت الأسواق الخليجية معكم هاني نصر والزميلة نوها علي لون أحمر بامتياز لا لون آخر فقط اللون الأحمر يعني هي معركة معركة بيع شديدة ولم يعلو على أصوات هذه المعركة إلا ربما هذا الزعر وهذه التصرفات البيعية القاسية التي طالت كل الأسواق يعني رغم أنه كانت كثير من التعليلات يعني سوف نتعامل مع التعليلات ما هي المسببات مع أن أسعار النفط كانت تتراجع بفترات من فترات متباعدة ولكن لماذا لم نرى هذا التأثير إلا مع هذا التراجع القوي بالنسبة للأسواق الأمريكية والأوروبية في هذه القسم الأول من هذه التقطية سوف نركز على أسواق الإمارات الكويت وقطر وهذه تراجعات مستويات كثيرة خسرتها هذه المؤشرات في هذه الجلسة طبعا سيكون معنا في الأستوديو الأستاذ رامي رشاد عضو الجمعية الأمريكية للمحاللين الفنيين ورئيس قسم الإستشارات في شركة مباشر للخدمات المالية أيضا لدينا ضيوف من قطر والكويت وقطر السيد محمد أحمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الاستثمار وأيضا من السوق الكويتية السيد أشرف فؤاد المحلل المالي سينضم إلينا لحقا أهلا بكم مشاهدين وضيوفنا ولنذهب إلى عنوين هذه التقطية يوم دام للأسواق الخليجية مؤشر سوق دبي يقود التراجعات بنحو سبعة بالمئة بدغط من كل القطاعات لا سيما قطاع الاستثمار التراجعات الحادة تطال البورصة القطرية وخسائر المؤشر تقارب الستمائة نقطة الموجة الحمراء تجتاح السوق الكويتي والمؤشر يفقد جميع مكاسبه منذ يناير 2013 إذن أهلا بكم مشاهدين ولنعود إلى اللون الأحمر الذي اكتسح كل الأسواق لم تكن هناك استثناءات هذه التراجعات العنيفة لم يكن هناك حتى تخفيضات على بعض المؤشرات من حيث نسب التراجعات لنبدأ من سوق دبي والذي اختصر تراجعاته حتى نهاية الجلسة بقرابة السبعة في المئة خسائره بالنسبة للنقاط 258 نقطة طبعا المهم هو تخليه عن منطقة الأربعة آلاف نقطة استلزمه الكثير من الوقت لبناء هذا المستوى مستوى الدعم ولكن كانت خسائره إذن اليوم فادحة فيما يتعلق بالأكثر نشاطا في السوق بالنسبة أيضا لتركيز كانت هناك زيادة في الشهية البيعية وكان هناك أيضا ارتفاع واضح في القيم والأحجام بالنسبة للجي اف اتش هو الذي تركز في قائمة الأكثر نشاطا لكن ماذا عن الأسهم الإماراتية القيادية بالنسبة لإعمار خسائر أيضا لمنطقة السبعة دراهم كمية التداول حوالي 30 مليون إذن إعمار خسر 56 فلس دفعة واحدة رابطك خسر 19 فلسا 25 فلسا بالنسبة لدبي للاستثمار وضع سوق أبوظبي لم يكن أحسن حالا وتطورت حتى مستويات التراجع على هذه السوق خصوصا بالتزامن مع ما يجري في سوق دبي كان يحاول أن يتثبت عند خسائر بحدود قريبة من 3% ولكن تزايدت التراجعات إلى الخمسة في المئة 225 نقطة هو المستوى الذي تراجع ضمنه سوق أبوظبي الدار العقارية طبعا كتير كان عندنا ضغوط بيعية على قطاع العقاري وأيضا المصرفي الدار العقارية خسائره 19 فلسا دانا 5 فلوس دفعة واحدة إلى 45 فلسا إشراق خسائر ب6 فلوس أو 8.9% وأيضا أبوظبي التجاري 61 فلسا دفعة واحدة البورصة القطرية أيضا خسائر لـ 11 ألف نقطة وصلنا إلى 10750 قرابة الـ 600 نقطة هناك أيضا تسارع في عمليات التراجع كميات قوية للغاية بالنسبة للسوق القطرية 5.2% كمستويات من التراجع عادت المستويات المليونية أيضا ولكن في المنطقة البيعية بودافون وإزدان إزدان أكثر من 7% خسائره بالنسبة لمزايا أكثر من 8% حتى بروة وهذه الأسواق خصوصا بالقطاع العقاري التي أحيانا كانت تتصرف بعكس السوق أي شملاتها هذه التراجعات العنيفة هذا على مستوى إذن السوق القطرية السوق الكويتية أيضا انسجمت مع بقية الأسواق التراجعات كانت بحدود قريبا من الاثنين في المئة اثنين فاصل ثلاثة في المئة على المؤشر الساري وأيضا مناطق التي وصل إليها خسائر 143 نقطة دفعة واحدة مؤشر 15 أيضا خسائر متواصلة باثنتين وعشرين نقطة وصلنا إلى تسعمائة وثلاثة وأربعين نقطة لنعد إلى التركيز تركيز البيعي في السوق كان من الأسهم أيضا الصغيرة ولكن كنا لاحظنا بيتك عادة ما تكون هذه القائمة يعني مشبعة أكثر بالأسهم التي هي أقل من 100 فلس لكن بقي بيتك ضمن القائمة ضمن مركز متقدم من حيث التركيز البيعي من ضمن القطاع المصرفي وهو من الأسهم القيادية خسائر بيتك كانت فوق الواحد فاصل 6% سهم المال أبيار وأيضا أدنك من ضمن قائمة الأكثر نشاطا لنعود إلى السوق مصقط والتي عادة ما تكون هي من الأسواق الأكثر هدوءا من بقية الأسواق ولكن أيضا أخذتها موجة تراجعات قوية 179 نقطة طبعا تخليها من منطقة الستة ألاف نقطة ووصوله إلى مستويات تراجع بـ 2.9 في المئة حتى السوق البحرينية لم تفلت من هذه التراجعات على قلة الأسهم التي كانت يتم التداول عليها ولكن خسائر السوق أوصلته إلى 1315 نقطة إذن كيف تصرفت أيضا الأسواق على مستوى القيم والأحجام التصرف البيعي أخذ معه أيضا قيم وأحجام أقوى من المتوسطات السابقة دائما دبي هو الذي يتغلب على بقية الأسواق من حيث الكميات 425 مليون سهم بالنسبة للتقارب ما بين كميات التداول في كل من سوقي أبوظبي وأيضا الكويت كنا بحدود 145 مليون على سوق أبوظبي 160 مليون وتقريبا 700 ألف سهم في السوق الكويتية أقل من ذلك بكثير بالنسبة لسوق القطرية والسوق في مصقة بحدود 30 مليون سهم ماذا عن القيم؟ قيم التداولات رأينا في سوق دبي بحدود 212 مليون دولار أو أكثر من ذلك بقليل 92 مليون دولار بالنسبة لسوق أبوظبي ولكن بالنسبة للسوق القطرية تركيز أيضا المستويات البيعية أخذت قيم التداولات إلى الارتفاع بشكل واضح عن المتوسطات السابقة إلى حدود 114 مليون دولار أمريكي إذن هذا على مستوى القيم والأحجام الصورة هي حمراء بشكل قوي ولنرى كيف ستكون تبعات مثل هذه التصرفات للسوق التي ستكون معلامة فارقة في تصرفات الأسواق الخليجية لاحقا شكرا لك نوها إذن شهدت الأسواق الخليجية انخفاضات حادة مع بداية جلسة الأحد بعدما أغلقت الأسواق الأمريكية على تراجعات قوية بنهاية الأسبوع المنصرم واقتراب أسعار النفط إلى مستويات الأربعين دولار التفاصيل في هذا التقرير لم تخالف الأسواق الخليجية التوقعات وكانت على موعدها مع موجة هبوط حادة في بداية الأسبوع الحالي وخصوصا مع إقفال الأسواق الأمريكية على تراجعات قوية بنهاية الأسبوع المنصرم واقتراب أسعار النفط من مستويات الأربعين دولارا لتسجل أدنى إغلاق منذ مارس من العام 2009 سوق دبي المالي كان له النصيب الأكبر من هذه التراجعات بهبوط بلغ نحو 6.3% بعد مرور أكثر من ساعة على افتتاح جلسة الأحد وكان سهم إعمار أكبر الخاسرين عند مستوى 6.2 درهم ومتراجع بنحو 7.8% سوق أبوظبي المالي كان أكثر تماسكا كونه أقل عرضة للمضاربة وانفتاح على الأسواق الأجنبية فكانت تراجعته بنحو 3% ليتداول عند مستويات 4.387 نقطة في الساعة الثانية من الجلسة وكان سهم دانا غاز أكبر الخاسرين بعد أن تراجع بحده الأدنى ليبلغ مستويات 45 في السن ولم تكن باقي الأسواق الخليجية بأفضل حال حيث اقترب مؤشر قطر من مستويات 10.870 نقطة متراجعا بنحو 4% ومع عدم وجود أي تدخل مؤسساتي حكومي يظل المسار الهبطي هو المرجح في ظل عدم وجود أي محفزات للمستثمرين واستمرار التطورات العالمية غير المتفائلة وتدهور أسعار النفط إذن نعود ونرحب بضيوف هذه التغطية الخاصة معنا في الاستوديو الأستاذ رامي رشاد وهو عضو الجمعية الأمريكية للمحلين الفنيين ورئيس قسم الاستشارات في شركة مباشر للخدمات المالية وأيضا من قطر الأستاذ محمد أحمد اليافعي وهو مدير مجموعة خبراء الاستثمار كما ينضم إلينا من العاصمة الكويتية السيد أشرف فؤاد المحلل المالي أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ من دبي وأستاذ رامي رشاد سوق دبي 7% من التراجعات مستويات خسرها في هذه الجلسة مستويين تقريبا ما الذي حصل؟ سوق دبي النهاردة 7% ومن ثلاث أسابيع لما من قمة بتاعته وقصيلة الأجر عند مستوى الـ 4250 نازل غاية دلوقتي أكتر من 15% ومن قمته في إبريل مي 2014 نزل تقليبا أكتر من 35% النهاردة نزلين 7% S&P 500 اللي هو ابتدى الناس تتكلم على ممكن يكون حاصل فيه من قمته 52 أسبوع على ارتفاعها أو عند مستوى الـ 2134 لغاية إغلاق جلسة يوم الجمعة الجلسة الدامية نازل تقريبا 7% فأحنا منتأثر أكتر من الأسواق ذات نفسها اللي احنا بننزل يعني زي ما هم بينزلوا أتأسيرها أتوقع عن القصة ما بقيتش البترول دلوقتي ونخترق مستوى الـ 40 أو مستوى الـ 35 المضادرة تبقى أكتر التصحيح في أسواق الأسهم العالمية عندنا تخاوف من طباط النمو الاقتصاد في الصين ارتفاع عملة الصين الفيدرالي يبدأ يلوح باحتمالية ارتفاع أسعار الفايدة فدي كلها سيناريوهات دايما بتسبق أي بير ماركت أو أي سوق هبوطي عندنا الـ S&P 500 بتحرك في أبترين تقريبا من 2011 لغاية 2015 هو دايما يعني جارة العادة في آخر 80 أو 85 سنة دايما عندنا سوق صعودي بتحرك من 4 إلى 5 سنين وبيتبعه بعد كده سوق هبوطي بيتحرك فيه المؤشر أو بينخفض بين مستوى 20 إلى 25 أو 20% عندنا البول ماركت كم تستمر يعني أنت عندما تقول للمدة الزمنية الأن واضح الكل يتساءل يعني إن كنا نرتفع بهذا المقدار من السنوات كم يلزمنا من الهبوط يعني لتعديل المسار يلزمنا وقت ده أجهة مهمة بس في نفس الوقت أيضا لغاية 2015 أقل 98% من قيمة 98% بكلام على اسم به 500 اتحركنا من تقريبا في 9 شهور بنتحرك في حركة عرضية من مستوى 2040 لغاية مستوى 2135 فطول ما احنا بنتحرك في سوق صعودي أو دايما بيتبع السوق الصعودي اللي بيستمر لعدة السنوات والحركة العرضية اللي بتستمر برضه لعدة شهور بيتبحها انقفاض بيكون عنيف شوية احنا انقفاضنا يوم الجمعة واختلقنا مستوى 2040 بنتوقع طبعا احنا اختلقنا مستوى 2040 وده تبعوا سوق في بعض المؤشرات نزلنا تحت متوسط المتحرك 200 يوم تحت متوسط المتعرك 50 يوم لكن الناس الآن بتتكلم على ايه بتتكلم على اسم بي 500 تنزل مجرد 7% والأوفيشل سيجنل او اشارة ان احنا حفرنا دخلنا في كوريكشن بيجي بعد انقفاض 10% ولكن لو احنا بنشوف في الاسم القيادية اللي هي دايما الناس بتحتفظ بها لغاية اخر اللحظة زي سهمة مثلا قبل نازل تقريبا 20% من القمة بتاعته 52 اسبوع عند مستوى 134 وابتدى فعليا يخش في بير ماركت فبالتالي الاحتمالات اكبر ان احنا نستكمل للهبوط في مواشر الرسول الامريكي حتى لو كان فيه ارتدادة ما توقعش انها هتغير اكتر من الشكل ده الاسواق العربية هتتحرك اظن الفترة اللي جاية اقرب لحركة الاسواق الامريكية هم ممكن ننزل 2% ممكن ننزل 5% التأثير النفسي هيكون اكتر شوية نعم اذا ليس فقط كما يقول استاذ رامي النفط هو من استسبب بهذه التراجعات على كل حال سوف نأخذ رأيي السوق القطري وكذلك السوق في الكويت بعد هذا الفاصل مشاهدين طبعا السوق القطري كاد أن يخسر حوالي 600 نقطة في هذه الجلسة دعونا نذهب إلى قطر والاستاذ محمد أحمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الاستثمار سيد محمد مرحبا بك يعني ضيفنا في دبي الاستاذ رامي يقول أنه ليس فقط أسعار النفط من تسبب بهذه التراجعات بل هناك عوامل أخرى أنت كيف ترى هذه التراجعات اليوم بل الانهيارات إن صح التعبير في البداية أرحب بكم وأرحب باستاذ أضيف الكرام فيما يتعلق بكلام أخوي رامي أنا متفق معه بتاتا جميع ما قال من الناحية الفنية والعلمية صحيحة أنا فعلا متفق معه بتاتا أضيف أن المؤشر الأمريكي الدو جونز مرشح للانقفاض المؤشر الدو جونز استغرق سبع غلاقات سنوية عالية ولم يصحح على مدار سنة كاملة في اعتقادي نعم أن اللعب الأكبر خلال الفترة القادمة سوف يكون تحركات النفط بالإضافة للأسواق العالمية ففي اعتقادي نعم الأسواق العالمية وبالأخص الأمريكية مرشحة لعمليات الهبوط نعم طيب عامل الارتباط متى يعني كيف تشكل بين هذه الأسواق بين الأسواق الأمريكية تحديدا والأسواق الخليجية إن كانت أيضا لم تهتم بنفس المقدار بكسر منطقة الخمسين دولار يعني ما الذي أخاف الأسواق من هبوط الأسواق الأمريكية أكثر من التخوف من خسارة الخمسين دولار للبرميل نعم سمحيلي في البداية أنا نبهت في عدة لقاءات سابقة أن أسعار النفط هي أسعار مهمة وأكدت على مستوى دعم 47 دولار و60 سنت أكدت أكثر من مرة لهذا الدعم هذا الدعم كسر هذا الدعم أحبط العديد من المستثمرين توقع العديد من المستثمرين أن سوف نرى تماسك عند هذا المستوى وثما نعود مرة أخرى للصعود عندما تم كسر هذا المستوى تأثرت نفسية المستثمرين بشكل كبير صادف في نفس الوقت هبوط الأسواق العالمية هل خرج أحد خبرت المتداولين نعم لنأخذ الترتيب الذي أخذته الأسواق هل هناك ربما تفريق من نوعية الاستثمارات التي خرجت بكسر 50 دولار هل هناك كانت استثمارات ربما سريعة في التفاعل وهي الاستثمارات ربما القوية هي التي تفاعلت أكثر مع النفط وبقية ربما بقية الأفراد أو الاستثمارات الفردية نعم طبعا الاستثمارات سواء كانت المحافظة أو المؤسسات قد تكون لديها الأساليب والأدوات استطاعوا الخروج من مستويات أعلى من المستويات الحالية أثر بشكل كبير هو بلا شك بيوع الأفراد وهلع الأفراد في اعتقادي كان الضغط الأكبر هو خروج الأفراد ومعظم المحافظة القطرية الصغيرة ولكن معظم المحافظة الاستثمارية لديها بلا شك محللين فنيين ومحللين ماليين في اعتقادي أن أتت العديد من الإشارات سواء المالية والفنية لانخفاض الأسواق الخليجية والأسواق العالمية ففي اعتقادي ففي اعتقاديهم أذكا من التخارج من المستويات الحالية وسبقوا أن تخارجوا من المستويات أعلى من المستويات الحالية طيب نذهب إلى الكويت والأستاذ أشرف فؤاد المحلل المالي مرحبا بك أستاذ أشرف يعني اليوم السوق في الكويت السعلي خسر مستويات الست ألاف وكاد أن يخسر الخمسة ألاف وتسعمائة عاد إليها قبل نهاية الجلسة مع ظل هذه الظروف المحيطة بالسوق الكويتي من أسواق مقليمية أو عالمية وأسعار النفط إلى أين يتجأم أنه من الصعب يعني العوامل نعم أهلا بك أستاذ هاني أستاذ النوها الأخ رامي والأخ محمد الحقيقة زي ما اتفوا الإخوة طبعا مش عادر يعني يختلف معهم لكن أنا أضيف إضافة الحقيقة ولدينا السيد رامي رشاد نعم من دبي أنا والسيد رامي الحقيقة أنا أتفهم معهم تماما ولكن أضيف نقطة لأنهم جانب الفني والحقيقة مبدعين فيه ولكن أقدر أقول أن الأمر يخرج عن الجانب الفني أو التحليل الفني ولا الأساسي وخارج هذا الأمر تماما الحقيقة دواجة نظري أنا أشوف أني زي ما بقولوا في الكويت زلقى طيحة يعني تقع فتروح خالص يعني والحقيقة تفكرني أصدق يضل هذه الانهيارات من الصعب أن نحلل فنيا ما يحدث خالص خالص الحقيقة ده عامل يدخل فيه عدة عوامل قدر ألخصها أكتر من جانب باختصار هو في جانب نفسي كبير في جانب نفسي كبير في الأمر وده بيحصل يعني من تاريخيا من أزمة الكساد العالمي في 1929 وحتى الأزمة 2008 الأزمة رهن العقار في أمريكا كان فيه دور كبير للجانب النفسي أو العامل النفسي النزيف اللي بيحصل زي بنسميها إحنا السقوط الحر يعني من بداية لما تيجي حاجة يقع من الجبل من أعلى قمة ما فيش أي ما فيش نووي إن هي تقف أبدا إلا بتدخل وتدخل إما أن يكون بالصدفة أو تدخل عمدا والأكبر دليل على ذلك بالضبط زي يعني عندي صديق عمل عملية حصل له نزيف لقطع وطر بالصدفة تدخل جراحي داس على حاجة ووقف النزيف لو ما كانش حصلت معجزة عشان يقف النزيف مش هيقف وده اللي أنا بتوقع إني محتاجين تدخل جراحي أو معجزة يعني 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 ما شيء يصير بالصدفة لا شيء يحدث بالصدفة لتوقف هذا هذا النزيف نعم يعني هذه فلسفة الحياة أيضا وفلسفة الأسواق ولكن أحيانا هي عندما تجف السيولة هذا الأمر يعني طبيعي يعني دايما السيناريو الطبيعي المحتمل عندما تجف إذا مكن عن التدخل تجف السيولة ما عد في مجال أبدا أنه تتراجع الأسواق فعليها أن تتوقف عند حد معين لكن سوف نكمل معك سيد أشرف سأخذ أيضا رأي السيد رامي فيما إن كان يتفق مع السيد أشرف فيما يتعلق أنه نحتاج إلى التدخل وكيف وعلى أي أساس تم البيع بالفترات الماضية لكن لنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم إذن لكن يبدو أن ليس لدينا فاصل حاليا نذهب إلى نغطي مهم نغطي طيب سيد رامي ما الذي كيف تتفق مع السيد أنت تتفق أو لا تتتفق لا بأتتفق في جزء كبير من ناحية التدخل أن فعلا الأوبك ممكن يغير عاجات كتيرة الفيدرالي ممكن يغير عاجات كتيرة الصين والعملة ممكن يغير عاجات كتيرة لكن أختلف بشكل رئيسي مع أستاذ أشرف حكمه على أن أنواع تحليل تنفع وأنواع ما تنفعش إلا وإحنا دلوقتي بنتكلم في ظل هبوط فالتحليل الفني كممكن في فترة ما كان شايف ضعف كبير موجود في الحركة السعرية ولكن حتى كمان لو ما كانش شايف فالتحليل المالي دلوقتي شوية حيبتدي يضعف قدام هبوط أسعار تحت قيم عدلة كتير جدا والحاجة الوحيدة اللي ممكن شوية تساعد أنت تتفهم إمتى نفسية المستثمر هتوصل لغاية القاعة يمكن أصدر أستاذ أشرف أنه صعب تحل بظل هذه التراجعات تعرف فنيا المستويات للمؤشرات لأين تذهب عندك عندك إمكانية لأين تذهب المؤشرات بالضبط أقول لك حاجة صعب أنك تتكهن بشكل أكيد فين المؤشر سيروح ونجد فين القاعة ولكن تستطيع تعرف لو وصلت عن دعم مهم هل ده فعلا قاعة ولا ده مش قاعة تبتري هدفنا باختصار أنه ننزل فترة طويلة جدا نريد أن نعرف القاعة بس ليس القاعة في السوق الذي يصبقه قاعة في النفسية لما الناس يوصل لغاية مرحلة خلاص ما هي المعالم هذا الجفاف في السيولة هل هو عندما ترى القيام تتراجع بالوقت ما فيه جفاف في السيولة ليس الآن لكن هل هذا من ضمن المعالم التي يمكن أو ربما الآثار المترتبة ربما على قرب نهاية عملية التصحيح ده شيء جميل جدا وسؤال الهائل السوق الهبوطي أو البير ماركت بيتميز بثلاث مراحل أو سري فيزز أو الفيز بيبقى فيها السوق بيتحرك بشكل عرضي كبير بيبتدي الانفورم الانفستورز أو الناس اللي هي عندها معلومات تشوف أن الأسعار دلوقتي ما بيئتش أسعار مجدية للشراء ويبتدي يبيع الكيميال بتاعته بشكل تدريجي وبعدين شوية شوية بيوصل البيع ده للريتيل تبتدي مرحلة البانيك تيكلين أو الزعر البيعي لغاية ما تبتدي الناس تبيع في الآخر خالص أسومها لمجرد أنها بس تريس كاش أو تجي فلوس مش لأنها بتبيع عشان السوق حينزل تاني دي بتعتبر المراحل النهائية للهبوط زياني بيقولك يعني أنت لما تبتدي تلاقي الدم كتير في السوق ده هي دي مش تشتري قربنا بشكل كبير للقاع على كل حال أيضا سوف نذهب بعض الفاصل إلى قطر وإلى أي حد يجب أن يكون هناك تدخل من نوع ما لوقف هذا النزيف الآن صار موعد الفاصل أنا بكرت في موعد الفاصل نذهب بالفاصل قصر مستمرون في هذه التغطية الخاصة للإنهيالات في الأسواق الخليجية ونعود إلى الدوحة العاصمة القطرية والأستاذ محمد أحمد اليافع أستاذ محمد كنا سألنا ضيوفنا عن ضرورة وجود مثلا نوع من التدخل لوقف هذه الإنهيارات كيف ترى أنت في السوق القطري بعد خسرته أكثر من 500 نقطة كان لابد من تدخل ما حكومي لو انصح التعبير لوقف هذه الترجعات أم أن هذا الأمر غير محبب في الأسواق نعم أسمح لي بس أعلق على كلام أخي الضيف الكريم في برنامج عين على قطر في شهر سبتمبر الماضي نوحت أن المؤشرات الخليجية وبالأخص القطرية وأسعار النفط سوف تنخفض فهذا أكبر دليل أن التحليل الفني هو علم قائم صحيح حتى في وقت الأزمات كذلك في مسار السوق في آخر مرة على قناة سيم بي سي وبرنامج عين على قطر نوحت أنه كسر مستوى 47 دولار للنفط هو عامل مهم وسوف يضغط بشكل قوي على الأسواق والله أستاذ أشرف فأنا نبه أكثر من مره يعني صار وحيدا السيد أشرف هلأ أستاذ أشرف رح نرجع لك ترد أتكلم فأسمحوا لي يعني مثل ما قالوا شاب راسي من كثر ما كنت أنوه لكن صعب أن أنا أخذ الشخص وأقول له تعال بيع سمك لا السوق راح ينزل طبعا هذا القرار الشرع والبيع هو قرار راجع للشخص نفسه والقناة وأنا شخصيا ليس لنا أي مسؤولية في الموضوع فأنا فعليا من ناحية الفنية نبهت أكثر من مرة وكما ذكرت شاب راسي من هذا الموضوع للأسف ففي اعتقاد التحليل الفني هو علم قائم صحيح لدي عدة لقاءة سابقة عبر قناتكم الكريمة نوهت أن المؤشرات سوف تنخفض وأسعار النفط وفي الوقت الحالي الأستاذ رامي وأنا ذكرنا أن المؤشرات الأمريكية في حالة تستعداد لعملية الانخفاض فالتحليل الفني هو علم قائم ولكن اختلاف خبرة المحلل بلا شك أما فيما يتعلق بالدعم الحكومي في اعتقاد الدعم الحكومي قد يكون جرعة أو حقنة خفف فقط خلال جلسة أو جلستين ثم سوف يعود مسار السوق لمسارها الصحيح وهو المسار قد يكون الهابط ففي اعتقادي قد يكون الدعم متطلب في جلسة اليوم بالأخص ولكن مهما حدث دعم قد تخالف السوق القطرية الأسواق الخليجي والأسواق العالمية ولكن سرعا ما تعود في نفس الدارة يعني عليها أن تنتهي من الموجة التنازلية أو موجة التراجع نعود إليك سيد أشرف فيما يتعلق ربما بالتدخلات وحتى الصين بهذه المليارات التي ضختها في الأسواق لا يبدو أنها أفادت جزء قليل جدا من المستثمرين طيب بالنسبة للسوق الكويتية وواضح أنه كانت تخالف الأداء بكثير من المراحل وكانت مستثنات من الارتفاعات اللي عم تشوفها بقية الأسواق حتى بالنسبة للقيم والكمية طيب السوق الكويتية شو العوامل اللي كانت تؤثر بها أكتر من غيرها بالمرحلة السابقة وحاليا مع هذه العدوى تمام الحقيقة بس أوضح وجهة نظري يمكن الأخوة ما فهموش وجهة نظري في إيه أنا مش بتكلم على الماضي وعلى إني إذا كان هم توقعوا أو لا أو التحليل الفني علم ولا لا الحقيقة مش أنا اللي حدد طبعا التحليل الفني موجود تحليل أساسي موجود أنا عايز أقول أن في هذه المرحلة اللي هي الحالية الانهيارات الحالية اللي حاصلة حاليا النهاردة يعني وإحنا بنقول ما تقدرش تقول لأن ارتفع خمسمائة نقطة فأنا الغاية دلوقتي أقدر أبيع عند 600 نقطة وأبسط المسألة لما الأمر يتحول إلى أمر نفسي صعب التحليل النفسي ده صعب جدا تحليل نفسي المتداول مستحيلة خاصة في أسواق العربية لما أنا لما يكون أنا عندي لما يكون عندي مرض مريض نفسي وهايج مهما كان مهما مهما تقول له كلام هو مش بيسمع يعني مهما تقول له على فكرة ده أنا جبت لك شقة جبت لك فيلا مش هيسمع لأنه أساسا نفسيا فيه هيجان أما تدي له إبرة تدي له إبرة يرتاح بعد كده يقبل يقدر الإبرة دي هي التدخل الإبرة دي هي التدخل لأن أنا أقصده بعد كده يقدر يقبل منك تفاهم معك إلى حد ما بعد ما يهدى فأنا بقول مرحلة الهيجان والنزيف صعب إن لم يكن مستحيل مش بستسن التحليل الفني ولا التحليل المالي ولا أي مدرسة تقدر تصنف أو تقدر تفهم نوعية اللي بيحصل وما فيش حد يقدر أبدا 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 على مستوى العالم كل العالم بيقول إحنا مش قادرين نفهم وهنا يقدر يقوله مسببات لكن محدش يقدر يقول هتروح لغاية إمتى ولا إمتى تقف ولا تنصح فين شراء أو بيع لإني ورن بافت اللي هو يعتبر أفضل شخص خد قرارات كان بيأخد قرارات مثلا شراء في وقت ما الناس كلها بتبيع أو وقت الانهارات هو نفسه في بعض الأحوال خسر لأنه خد قرار خاطئ في وقت معين فما نقدرش نقول إن إحنا نقدر نتنبأ بأي شي حاليا في الفترة زي ما قلت المثالين للمريد النفسي ولا النزيف تقدر تجيب أحسن أطباء تقوله فين اتضم مغطي كل حتة إنه إما يدوس زي ما قلنا معجزة يدوس أو بيلك ده هي نقطة ولا أقصد بها أبدا احترام الرامي طبعا ومحمد هم محلين فنين رائعين لكن أنا أقصد مش أشخاص ولا مدارس ولكن أقصد نظرية بسيطة جدا على كل حال ورن بفت الباريح أحضر يعني من ما يشهده الاقتصاد العالمي ذهب إلى مزيد من ربما التراجعات في النمو رح نبقى مع السوق الكويتي وما شاهدته هذه البورصة في الأول إلى الأخير مشاهدين تراجعات حادة بالتزامن مع تقلبات الأسعار العالمية وأسعار النفط على الرغم من الأداء الإيجابي للشركات المدرجة خلال فترة نصف الأول من هذا العام نتابع التفاصيل في التقرير الآتي وكأنه لا يكفي بورصة الكويت ما تعانيه من ضعف وافتقار إلى السيولة جاءت تراجعات الأسواق العالمية والإقليمية متأثرة بانخفاض سعر برميل النفط لتوجه ضربات مؤلمة إلى مؤشراتها وأسعار أسهمها والتي بعد أن أبدت تماسكا نسبيا عادت وتدهورت إلى مستويات متدنية وفي لحظة نادرة تساوى في التدهور الأسهم الوزنية والأسهم المضاربية وتقاسمت المؤشرات خسائر هبطت بها إلى حواجز حرجة ويمكن مخاوف السوق النفط تأتي بعد الاتفاق النووي الإيراني بأن هناك حصة قادمة ستزيد من العرض على حساب الطالب ولذلك التراجعات تكون منطقية مع أسعار النفط في مثل هذه الأوقات لكن موازنات الدول حقيقة طويلة الأجل الأسواق أسواق رأس المال وأسواق برصة بشكل عام هي أسواق حساسة جدا لذلك تأثرت بأعمق من الفعل اللي هو تراجع أسعار النفط وتجيء تراجعات السوق الأخيرة لتزيد من آلامه وآلام متداوليه خاصة وأن الأسهم لم تتفاعل بالشكل الإيجابي المنتظر عقب إعلانات نتائج النصف الأول والتي اعتبرها محللون أفضل أداء للشركات المدرجة منذ عام 2008 المشكلة مشكلة نظيمية في سوق الكويت الأوراق المالية وليس مشكلة السوق وليس مشكلة الشركة إذا كان شيء جيد ونبتة جيدة تضعها في مكان قير قابل لا يسمح بنمو هذه الشجرة أو هذه النبتة فكيف يعني ممكن تعيش النبتة إنما لا تنتج ولا يكون إنتاجها جيد فهذا اللي صاير عندنا البيئة في سوق الكويت الأوراق المالية باتت لا تؤهل الشركات أن تتفاعل بما هي عليه أو الوضع الحقيقي بما يعني واللافت أن السيولة التي كانت تعاني شحا مزمنا عادت وارتفعت بشكل مفاجئ رغم الموجة البيعية ورغم رغبة المتداولين في التخارج من السوق ما يوحي بأن هناك من ينتظر اقتناس الفرصة إذا ما ارتد السوق في جلسات قادمة من الممكن الآن الاستفادة من تراجعات الكثير من الأسهم خاصة الأسهم ذات العائد الجيد ذات القيمة الدفترية الكبيرة فلذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الفرص من الممكن أن يجني من يتخذ هذه الفرص الآن من قرار شراء أنا أعتقد بأنه من الممكن الأسبوع القادم أن يحقق مكاسب لكن التخوف هو الذي يجعل من الكثير من المستثمرين خاصة المضاربين من عدم الشراء في الوقت الحاضر قد تكون خسائر السوق الأخيرة نفسية وشاملة ومدفوعة بمتغير عالمي لكن الهاجس من استمرار السوق على حاله من ضعف في التداولات وتدهور الأسعار هو ما يقيها ضعيفة شحيحة وجامدة في التفاعل مع متغيراتها الذاتية أسامة رشيد سيم بسي عربية الكويت إذن واضح أيضا الأسهم الخليجية يعني وحتى الأسهم في المنطقة تحملت الكثير ربما من الأعباء ليس فقط على مستوى التطورات العالمية أيضا كان هناك أخبار فيما يتعلق بمراجعات للتصنيفات الاتمانية للعديد من الدول وأن كان أشهرها بالنسبة للسؤال السعودية وأيضا مراجعة العجز يعني بدنا نسمع كلمة عجز تتردد في ميزانيات العديد من هذه الاقتصادات كل هذا الأمر طبعا كان محملا في ذاكرة هذه الأسواق وجاءت التراجعات الفعلية لتعطيها مزيد من التطورات السلبية نعود إليك سيد رامي لأنه هذا الوضع النفسي يترجم أرقام يترجم ربما تحليل فني وبطبيعة الحال هذه التوجهات العالمية إضافة لتوجهات محلية هي زاكرة كثير قصيرة صارت ومترابطة وكثير سلبية بالعكس بالمنحة السلبي كيف نرى ربما العودة كيف نرى الاكتفاء هل المستثمر العالمي أو المستثمر ربما الكبير يعني الاستثمارات الكبيرة هي التي تعطي ربما إشارة الدخول هل عندما خرجت لم تكن واضحة أيضا عظيم جدا أنا في البداية بس حابب أشكر أستاذ أشرف في توضيح وجهة نظر وأنا متفق معها 100% أنه فعلا محدش يقدر يحدد بالضبط القاع فيه ولكن اللي احنا بنعمله بنوصف اللي احنا شايفينه دلوقتي وبنشوف المئة سنة اللي فاتت حصل فيها إيه لما سوء عمل نفس اللي بيعمله دلوقتي لغاية دلوقتي النسبة كبيرة أن احنا بنعمل ممكن يكون تصحيح متوصل أجل ممكن يقلب بعد كده لبير ماركت السوء نازل اسم بيه نازل 7% مستوى الدعم اللي بيقابل اللي بيقابل الوقت عنده مستوى 1950 الاحتمال أنه ممكن يرد شوية من عنده ويرجع تاني يكسره في الأسواق السعودية اللي احنا شفناها في آخر في آخر مئة سنة لما السوء بيطلع أربعة وخمس سنين بيرجع ينزل تقريبا من عشرين لغاية خمسة وعشرين في المية أسهم قيادية ذات نفسها كمان بدأت التصحيح ما توقعش ان هو السؤال دلوقتي احنا حنروح فينه ولكن على الأقل احنا عارفين ان السوء ابتدى توصيفه بقى سوء هبوطي بقى سوء بير ماركت البرة الشورت سيلنج بقى دلوقتي أهمه كتير وناس كتير بنصح به أكتر من ان انت تبقى بتنقي مستويات مهمة وتبقى تشتري وبتحاول تبيك البوتوم فين المشكلة اللي حلقية دلوقتي ان انت تغلط وتحدد القاع يعني مجرد ان السوء ينزل او المستوى متدني جدا وبتدي يرتد منه لفوق فالناس بتدي تقولك ان هو ده القاع ولكن الارتدادة دي ما غيرتش حاجة في استياق الاتجاه اللي تغير بشكل حقيقي ويرجع يتبعه تاني حركة هبوطية بتبقى دايما الحركة الهبوطية دي من أعنف الحركات اللي قابليها عشان دي بتشمل الناس اللي هي توقعت ان احنا خلاص لانا قاع ونطلع تاني فلما بيحصل للبيع تاني هم ذات نفسهم بيبيعوا واللي كان لسه منتظر وما بعش بيرجع يبيع تاني فانا بتصور لغاية دلوقتي الصورة العامة بتميل الى ان احنا عندنا عشرة وعشرين في المية جايين هما نحية الصعود ولا نحية الهبوط لغاية دلوقتي الصورة العامة بتقول ان ممكن دول يكونوا نحية الهبوط ده بالنسبة للمؤشرات الامريكية اكيد فيه حاجات ممكن تغير احنا بنقول وقرارات زي ما ذكرها وصد اشرة في الاوبك ممكن يعمل الفدرالي ممكن يعمل الصين واقتصادها والعمرة بتاعتها ممكن تغير ازاي ولكن لغاية دلوقتي اما الحوافز والمحفزات الداخلية فلا لها اي علاقة باي توجهات الاسواق في الفترة المقبلة في ظل هذه التطورات العالمية على كل حال سوف نعود لنتحدث عن اسهم قيادية في الاسواق الثلاثة الكويتية القطرية وكذلك الاماراتية بعد هذا الفاصل اذا الاسهم القيادية في الاسواق الخليجية وايضا اتجاهاتها في هذه الفترة اليوم اذا لاحظنا السهم القيادية في السوق القطري كيو ان بي خاسرا حوالي الست ريالات وسبعين درهما والستاذ محمد احمد اليافع ضيفنا من الدوحة ماذا عن هذا السهم كيو ان بي وايضا يمكن صعب ان نحكي الى اين اتجاهاته في الفترة المستقبلية لكن كتوقعات نعم سهم كيو ان بي طبعا من ناحية المالية سهم او المجموعة قوية من ناحية المالية من ناحية الفنية في اعتقادي ان سهم كيو ان بي لا زال لديه المزيد من استمرار او المزيد من انخفاض في اعتقادي ان السهم في جلسة تداول اليوم حدثت عليه عمليات بيوع كبيرة اتوقع ان السهم سوف نشاهد في جلسة تداول يوم الغد تماسك أو قد لا ينخفض السهم بنفس وطيرة تداول اليوم في اعتقادي الشيء المبشر الذي أستطيع أن أتكلم عنه اليوم أن الأسواق الخليجية وصلت لمراحل تشبع بيع من النحية الفنية فقد نرى على أقل تقدير انخفاض في جلسة تداول الغد ولكن بوطيرة أقل من ما حدث في جلسة تداول اليوم نعم إلى الأستاذ أشرف فؤاد في الكويت زين يعني زين اليوم خسائر واضحة على زين كذلك الأحد الوطني ماذا عن هذين السهمين نعم ستاني وأشكر الخرام أنه تفاهم وجهة النظر في البداية زين هو الوطني يعني أنا طبعا نصنف زين كسهم قيادي مش عارف ده حقيقة يعني ينفع أو لا لكن الأسهم القيادي نقدر نقول لبنك الوطني سهم قيادي السهم زين أصبح سهم يعني زين يعني في الوطني شعبي يعتبر أكتر ما تقدرش تصنفه النقيادي لكن الحقيقة لما تقع الأسهم تشوف فيه ما تفرقش عشان لما بيحصل عالميا لما بيحصل تصحيح فيه بيبقى حتى الأسهم التشغيلية من 10 إلى 20% تنزل ده أمر طبيعي جدا بس الفكرة في أني كتير قلنا أني غياب التداول المؤسسي هو ده أهم شيء أني حجم التداول يعني ممكن غياب التداول المؤسسي ميزة في الهبوط أنه هو الناس اللي بيتبيع في الفترة دي هي أفراد وكمية البيع أو حجم التداول بيبقى ضعيف يبقى فيه نزول لكن ما يبقاش حجم التداول كبير لأن البيبيع ده أو بيتصرف هو الأفراد هنا دور للأسف هنا دور صنع السوق وهنا دور المؤسسات لو كان فيه ناس بتفهم في السوق صح تدخل حاليا وحتى لو زي ما قال الأخ رامي حتى لو ما كانش ده قاع لكن هو فيه نظرية كويسة جدا هو يقدر يشتري مستوىات متدنية لو هو مقتنع بالسهم والقيمة الدفترية للأسهم يقدر يلقط على السهم ده بتشكل تدريجي يعمل عملين أول حاجة هو هيكسب نمرة اتنين من ضمن الأسباب اللي تخلي السوق يوقف نزيف لأن الناس هتشوف فيه شراء لما يبقى فيه شراء في الوقت ده هتحس الناس يمكن ده يبقى عامل بمثابة السحر على المتداولين لما يشوف فيه ناس بتشتري الثقافة هتيجي أو العمل النفسي يخف بالتدريج هتلاقي فيه عمليات شراء وده اللي ممكن احنا بننصح به أن على الناس اللي شايفة أن فيه أسهم جيدة قيمة دفترية تدخل تشتري عليها زي البنوك وزي الأسهم التشغيلية نعود إليك سيد رامي أيضا مع الأسهم يعني حديث حول الأسهم القيادية إعمار هذه الكسر أيضا المتواصل لأرقام قوية من الدعمات دراهم 18 فلس 56 فلس دفعة واحدة رابتك خسارة 19 فلس ووصول إلى الدرهم و79 أين تصل المستويات المتوقعة لإعمار برأيك لأوحد حدد الاتجاهات اللي بتمشي فيها أعمار فعندنا ثلاثة أتجاه رئيسي ولم تتوص الأجل وقصي الأجل والثلاثة بتحركوا بشكل هابط كان عندنا مستوى دعم مهم عند مستوى التمانية تم اختراقه ومستوى دعم تاني مهم عند مستوى 67 تم اختراقه مستوى 7 درهم تم اختراقه ومستوى 6.5 تم اختراقه وعندنا منطقة دعم تانية مهمة بين مستوى 65 و 85 أحجام تداول وننزل أحجام تدور متصرعة أكثر من أحجام تدور التي كنا نتحرك فيها في المدى العرضي التي كنا عدنا فيه 3-4 شهور نرى احتمال أننا نذهب للمستوى دعم 65-85 ممكن يحصل الارتدادة في سهم إعمار جائزة جدا من أول الأسهم الممكن ترتد لو حصل أي حاجة أمريكا تتحرك لأعلى شوية في حركة الصحية خارجت أخبار إيجابية إما محلية إما أخبار إحنا ذكرناها إما في الأوبك الفيدرالية الصين ممكن ترتد ولكن في نفس الوقت إحنا بنرأي بأي حركة ارتداء طبعا المحلية الماليين ممكن زي ما كانت أشرف يبتدوا يبنوا مراكز شوية شوية حتى لو السهم وصل إلى 4 أو 3 درام ويشتري كل شوية لغاية ما يبقى متوسط وقريب من سعر السوق ولكن إحنا بنحتاج كمحلية فنيين أنت تشوف أن الارتدادة دي ارتدادة حقيقية بتحصل بحجام تداول مرتفعة عشان نبتدي نشوف أن السهم ممكن يستهدف تاني مستويات المقاومة المهمة اللي عندها بياء مستني يخرج براء الأسهم سوف نعود لاحقا أيضا الحديث عن بعض الأسهم لكن ما قاله أيضا بعض المحللين الماليين منهم الأستاذ حسام الحسيني قال إن ربط تراجع أسعار أنفت مع انخفاض الأسواق هو ربط نفسي مشيرا إلى أن الاتجاه السلبي للأسواق الإماراتية يحتاج إلى اختراق وهذا لن يتم إلا عبر عمليات شراء واسعة اليوم تتعامل مش مع المستثمر اليوم اللي عنده أسهم بالسوء وتحت هذه الضغوطات مش عاف شو يعمل تتعامل مع المستثمر اللي عنده كاش اليوم حتى المستثمر اللي عنده واضح جدا وحركة سوء اللي عنده كاش عمار بيحكي لا ليش أنا اليوم أفوت وغامر وأكون أول من يقوم بالشراء لا خلينا أستنى لأننا متوقع أن السوء يرجع لمستويات التلات تلاف ليش هو متوقع هذا التوقعات لأنه بيحكي ببساطة بيعمل عملية مقارنة بين أسعار البترول نهاية السنة الماضية وما يعادلها من أسعار المؤشر في تلك الفترة وأسعار البترول حاليا وما يجب أن يكون عليه سعر المؤشر هاي مقارنة واهية وحتى اليوم عمانا نسمحها حتى بالإعلام بشكل كبير فاليوم حتى المؤشر تقريبا 3500 وهي عم بكسرها 3500 اليوم في متعامل بيحكي لا في لسة 500 500 طوطة السوء ممكن ينزلهم فهي الحالة النفسية خلت السوء دخلنا في اتجاه سلبي يحتاج هذا الاتجاه إلى اختراق يجب أن يتم كسر هاي الدائرة هاي طريقة التفكير ولن يتم اختراقها إلا أن نشوف عمليات شراء هاي عمليات شراء ممكن تحدث لشيئة مخاطرة لدى متعامل محلي أو مثلا ارتداد ممكن أن يصير عليه الأسواق العالمية وبالتالي نشوف صداة أسواقنا المحلية نعود إلى الحديث هذه المرة عن بعض التصرفات للأجانب في الأسواق الخليجية في ظل هذه الضغوط البيعية نأخذ أسوق القطري والأستاذ محمد أحمد اليافعي كيف ترى أستاذ اليافعي تصرفات الأجانب نعم تصرفات الأجانب في السابق رأينا خروج سيولة ذكية من المحافظة الأجنبية نرى خلال الجنسات السابقة تفضيل معظم المستثمرين الأجانب الخروج من الأسواق الخليجية ككل بسبب كما نعلم جميعاً انخفاض أسعار النفط والحالة النفسية والانخفاضات القوية في الأسواق الخليجية ففي اعتقادي أن المستثمرين الأجانب وخاصة الأفراد منهم شأنهم شأن الأفراد القطريين تفضلوا التخارج من الأسهم القيادية نعم الأسهم القيادية أيضاً سيد أشرف هل تراها بأنها هي التي ستبادر بعمليات عكس الموجة الهبوطية عندما ربما يتم الاكتفاء من عمليات البيعية على هذه الأسهم هل سنرى أن هذه الأسهم هي التي ستعطي شرارة الارتفاع؟ نعم نحن طبعاً ما هدوش نتكلم على الأجانب في الكويت نعم وضع تاني نعم والكويتيين عملوا إضراب مبارع على السمك فنزلوا سعر السمك فيعلى أنتم أخواني لازم يعملوا حاجة عشان الأسهم ترتفع الحقيقة الأسهم القيادية زي ما أنا اتفق مع رأي الأخ حسان في المداخلة وده النظرية الحقيقية لازم عشان الأمر يحصل لازم عمليات شراء تدخل كبيرة والعمليات الشراء الكبيرة لازم تدخل من ناحية صانع سوق أو تدول مؤسسي عازة دورة زي ما قال الأخ رامي إمتى توصل للقاع وده الاتنين يترابطوا التحليل الفني والمالي نستخدم ده وده مع تعامل نفسي كمية الشراء تكون زيادة لو ربطنا التلاتة مع بعض هنلاقي في السوق الكويتي يحصل تحسن تدريجي مع بعض الإعلانات الحقيقة محتاجين بعض المؤشرات الحكومية أو من الجهات الحكومية على أن تقول أني فيه دعم مش لازم دعم مش رح تشتري أسهم لكن على الأقل تغازل شوية نفسية المتعاملين للناس محبطة جدا حتى بتقول الموازنة 45 أو 46 سعر التعادل اللي فيها تخسر الموازنة الكويتية حوالي 10 مليارات أنت بتقول لا ده أنا وصل 40 دولار وكمان ما فيش أي دعم نعم نذهب بسؤال أخير لأستاذ إرامي رشاد كنا تحدثنا عن بعض الأسهم إعمار ما كفتلنا عن أرابتك أرابتك إلى أين يتجه في ظل هذه الظروف والمستويات لخسرها أرابتك النهاردة في أقل سعر لي من بداية 2014 لغاية دلوقتي السهم من أوائل الأسهم اللي هي ابتدت عملية التصحيح في ضعف بيين جدا في بياء بيستنى السهم يطلع 10 أو 15 فلس ويبتدي يبيع تاني اختراقت المستويات دعم رئيسية جدا أهمهم كان المستوى الاتنين ديرهم أتوقع الدعم الثاني المهم عند مستوى الواحد ونص ممكن نوصله وممكن نرتد من قبل ما نوصله اللي همني الارتدادة وشكلها عشان ما نقطقش الارتدادة على أنها قواة عشان ممكن السهم يبتدي يرتد تاني وانت بتنزل فيه ناس بتشتري فالناس اللي بتشتري دي بتشوف الأسهم بتنزل عليها 10 أو 15% لما بتبتدي ترد تاني الناس دي بتحاول تخرج بره السوق زي ما دخلت قبل كده فبقى عندك أوفرهانجينج سبلاي أو بيع متعلق فوق فمحتاج مشتري قوي جدا يقدر يلم كل بالزبط السيولة تقدر تلم كل الناس اللي بتبيع لغاية ما الناس اللي بتفكر تبيع تبتدي تشوف الأسهم هيروح لغاية فينا عشان تبتدي تمسك تاني اتجاه لكن سوفار أي ارتدادة بأحكاً تطلب منخفضة ممكن تتباحها تاني مزيد من خفضة ودائماً الوقت يمسكنا من رقبتي يعني ومن شكراً لك سيد رمي رشاد أنت عدو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين ورئيس قسم الاستشارات في شركة مباشر لخدمات مالية ونشكر أيضاً السيد أشرف فؤاد وكان معنا من الكويت إضافة للسيد أحمد محمد نعم محمد أحمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الاستثمار شكراً جميعاً لضيوفنا في هذه التغطية الخاصة طبعاً انتهاء القسم الأول من هذه التغطية في القسم الثاني سوف تنضم إليكم الزميلة ميساء القلة لاحقاً لتحليل أداء السوقين كذلك المصري والسعودي مع كوكبة من أضيوف شكراً لكم شكراً لكم